الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نتكلم عن القيام القيام من الأعمال الصالحة العظيمة التي يعظم شأنها في شهر رمضان القيام في ليل رمضان شرعه الله عز وجل لنا في سائر ليالي العام ولكنه في ليالي رمضان يعظم فضله ويكبر أجره ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان أي صلى في ليالي رمضان ولحظ يا أخي ويا أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان فحرص على قيام رمضان كله من أوله إلى آخره إيمانا إيمانا بربه وإيمانا بفضيلة القيام في شهر رمضان واعتقادا لذلك أي احتسابا لهذا الأجر وإخلاصا لله عز وجل ما جزاؤه غفر له ما تقدم من ذنبه ليس ذنب سنة ولا ذنوب سنتين وإنما ما تقدم من ذنبه وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الذنب هنا هو صغائر الذنوب أما الكبائر فلابد لها من توبة فما أجمل يا عبد الله ما أجمل أن تقوم شهر رمضان ولا يشترط عدد معين لو أنك يا عبد الله قمت بتسليمتين وأوترت بواحدة فقد قمت ولو زدت لكان خيرا إذا قمت رمضان محتسبا مؤمنا بهذا الفضل غفر لك ما تقدم من ذنبك فما أجمل أن تفعل هذا مع أن تضم إلى ذلك التوبة والعزيمة الصادقة على أن يكون شهر رمضان فاصلا بينك وبين ذنوبك السابقة ما مضى قد مضى فتفصل وتعزم على أنك في قابل الأيام لن تفعل الكبائر التي كنت تفعلها ولن تفعل الذنوب التي كنت تفعلها فيغفر لك ذنبك كله الكبائر تغفر بالتوبة والصغائر تغفر بقيامك لشهر رمضان أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخرج من شهر رمضان وقد أصبح تقيا نقيا طاهرا من ذنوبه أتقبل الله عز وجل منه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة